انهيار الإعلام الجزائري بعد اعتداء شبيبة القبائل الجزائري على الحاكم المصري الذي أدار مباراتهم أمام التراجي التونسي وعقوبات من الكاف شاهد ماذا حدث ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وتعطي رفاكم بالصلاة على رسولنا الكريم بعد هزيمة شبيبة القبائل الجزائري على أرضه أمام التراجي التونسي بهذاف نظيفة في مباراة الدهب من دور أبطال أفريقيا وقد شهدت المباراة أحداثا مؤسفة بعد انتهائها حيث نقلت الإدعاء التونسية أن لاعبي شبيبة القبائل الجزائري توجهوا إلى الحاكم بعد انتهاء المباراة مباشرة وانهالوا عليه بالسب والضرب مما أدى إلى إصابة الحاكم المصري ببعض الإصابات الخطيرة وهذا بسبب أن الحاكم المصري لم يحتسب ركلة الجزائري صالح شبيبة القبائل الجزائري بالشوط الأول وقد دخل على الخط مسؤول من اتحاد الأفريقي وأدى بتصريحات لقناة أفريقي سبوت وقال لقد جاءنا صباح اليوم تقرير مرافق المباراة الذي كتب في تقريره أن لاعب وإدار شبيبة القبائل الجزائري يعتدوا على الحاكم المصري وسوف تكون هناك عقوبة قاسية على لاعب وإدار شبيبة القبائل نظارا لاعتدائهم على الحاكم المصري وقد أدلى أسطورات الجزائر علي بن شيخ وأدلى بتصريحات لقناة الهدفة الجزائرية وقال أصبحت الأندية والجماهير الجزائرية خطرا على كرة القدم الأفريقية حيث أصبحنا نعتدي على كل من واجهنا سواء كان منتخبا أو نادي وحتى الحكام لم يسلموا من الجزائريين وعلى المسؤولين في الدولة حماية تلك المنتخبات والأنديا من بطش هؤلاء الهمجة الذين شوهوا صورة الجزائر وأنصحوا الاتحاد الجزائري أن يسحب ملف الجزائر لتنظيم كأس أمم إفريقيا لسنة 2025 لأننا أصبحنا خطرا على كل من يأتي إلى الجزائر ترجمة نانسي قنقر